هنا حي الزهور في مدينة تكريت حي لا يعكس اسمه حقيقة واقعه المزري لا سيما بعدما تحول إلى مستنقع للنفايات تنتشر فيه الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة وحتى الخنازير إثر تحويل السلطات المعنية مجرى مياه الصرف الصحي باتجاه الحي ما بيها الزهور الخامسة؟ عبارة عن نفايات ومياه هاسنة هذا وادي الشيشين دمرنا دمار حس حاليا الدنيا شتئة لا تقدر تفتح لك باب لا تقدر تقعد بحديقة ما هذا وادي الشيشين؟ ما أعرف قطع أراضي موزعتها البلدية وبها سندات وصار عليها تجاوز من قبل شركة الاستثمار فره بور المجاري وحاليا موجود جو القطع الأراضي إنعاني من انتشار الأوبئة والباق والحيوانات السائبة وخصوصا الخنازير الخنازير متشرة بشكل كثير جدا مع التفاقم معاناة سكان الحي المستمرة منذ نحو سنتين لم يتوقف السكان عن توجيه مناشداتهم إلى المسؤولين لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة ولكن لم تلقى هذه المناشدات أي صدى لدى الأوساط الحكومية كما جرت العالة ناشدنا مناشدات عدة وعبر قناتكم الموقرة وقنات فضائيات أخرى وإذاعات ولكن لم نجد آذانا صاغية للسمع ونكرر النداء وهذا لن يكون الأخير سنبقى نطالب اتجاه ما يجري فيه من خدم أيضا نقص خدمات ربط مجارع أساس ربطوه البواري وربطوه ويخلوه على الجهة الثانية جاء أبو البيئة الرجل جاء المهندسين إشراء كل فترة يجون وهذه حوالي سنة والسنتين نفس الحكيم كلهم يدرون كلهم علم أبو البيئة جاء هنا الرجل جاء ووقف عليه وهذا والولد والمجارج والمهندسين ووقفه وهذا وسووا دراسة وراحه مأساة سكان حي الزهور لا تعكس سوى جانب ضئيل من الحال الذي بات يعيشه المواطن في العراق الجديد في ظل الإهمال الحكومي المتعمد وغياب توفير أبسط الخدمات الأساسية موسيقى